لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أو نقرأ عن حدث يتصل بغياب الخدمات أو الأمن في أي من مناطق الشرعية هناك من يتحدث عن أن التحالف سند الشرعية في تحرير ما يزيد عن 80% من مساحة الجمهورية بينما تتواجد الشرعية في أكبر مساحة من الجغرافية اليمنية تتغلغل الميليشيا في أكثر المحافظات من حيث الكثافة السكانية بعيداً عن النفوذ الجغرافي ثمت حقائق لا يمكن القفز عليها لعل أهمها ضعف الدولة في المناطق المحررة غياب للأمن وانفلات وفوضى وتدهور للأوضاع الاقتصادية والإنسانية وضع معيشي متدهور في عموم مناطق سيطرة الميليشيا نتيجة سياسة الجباية والتضييق على القطاع التجاري أما الحقوق والحريات فهي في أسوأ حالاتها لكن بالمقابل فإن عدن التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة باتت مثالاً لسلبية التحالف والشرعية أصبحت العاصمة المؤقتة شاهدة على الانفلات الأمني وضعف الدولة مقارنة بنفوذ جماعات مسلحة تمولها الإمارات الناس في عدن والضالع ولحج وحضر موت تعيش أيضاً حالة احتقان وغضب نتيجة سياسة التراخ من الحكومة لا أمن ولا استقرار ولا حتى خدمات الصورة تتكرر في تعز وكذلك الضالع مع شيء من التباين رغم كل ما يجري لا يزال البعض يؤمل في الشرعية الانتباه لكونها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيع الأوضاع في مناطق سيطرتها ولو في مجالي الأمن والخدمات كسقف أدنى للاستقرار والمعيشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر